اندلعت صباحة اليوم الخميس مواجهات في محيط المصلة القبلي في المسجد الأكسى المبارك بين قوات الشرطة الإسرائيلية ومصلين وأفاد الشهود عيان أن الشرطة استخدمت الغاز المسيل للدموع فيما تحصن عدد من المصلين داخل المسجد ونفت الشرطة في وقت لاحق أن العشرات أصيبوا خلال المواجهات فيما قالت أن شخصين اثنين أصيبوا وقد رفضوا عرض الشرطة إخلاءهما لتلاقي العلاج جاء ذلك في اليوم الأخير قبل الإغلاق المؤقت للمسجد الأكسى بوجه المواطنين اليهود بقرار من الحكومة الإسرائيلية السابق المسجد مغلقا بوجههم إلى نهاية شهر رمضان المبارك وهو القرار الذي أفرح حفيظة نشطاء اليمين الإسرائيلي الذين حاول العشرات منهم أمس الوصول إلى منطقة باب العمود في مسيرة لم توافق الشرطة على ترخيصها وقد وقعت خلالها مناوشات بين الرجال الشرطة والمشاركين الذين كانوا على رأسهم عضو الكنيسة اليميني إتمار منكفير الذي أعلن الاعتصام قرب منطقة باب العمود احتجاجا على سياسة الحكومة المتعلقة بمدينة الكتس واتهمها بأنها تخنع للإرهاب على حد تعبيره ولمجلس الشورى التابع للحركة الإسلامية يأتي ذلك كله بعد ليلة شديدة التوتر في منطقة الجنوب إذ أغارت الطائرات الإسرائيلية على عدة مواقع تابع لحركة حماس في كطاع غزة وذكرت مصادر فلسطينية أن الطائرات الإسرائيلية أطلقت عدة صواريخ على موقع لحماس في وسط الكطاع دون أن يبلغ عن وقوع إصابات وقال متحدث بلسان الجيش الإسرائيل أن الجيش أغار على مبنى تحت الأرض تابع لحماس كان يستخدم لإنتاج محركات صاروخية وذلك ردا على إطلاق قضيفة صاروخية نحو مدينة إزديروت مساء أمس أصفر عنها إصابة عدد من الأشخاص بشكل طفيف وبحالة من الهلع للحديث حول كل هذه الأحداث وأبعدها على المنطقة في ظل هذه الفترة الحساسة ينضم إلينا في بيت حي ومباشرة من العفولة المحامي الدكتور لؤي زريق وهو محلل سياسي وأيضا متخصص في قضايا العمل أهلا ومرحبا بك دكتور لؤي مساء الخير أهلا وسهلا لك وللجميع المحامي لو أعيز لك للتوضيح لجمهور المشاهدين أنت دكتور بمعنى حاصل على الدكتوراه في القانون وليس الطب في البداية كيف تقرأ المشهد في الكتس وغزة هل نحن على عتبة أوضاع أمنية غير مستقرة الأوضاع الأمنية طبعا غير مستقرة وهناك توتر ولكن يبقى السؤال لمن توجد مصلحة في توتير الأوضاع أكثر من هكذا ويعني المقصود طبعا لحرب أو لعملية عسكرية بين غزة وإسرائيل أنا باعتقادي أنه لا أحد يعني لا توجد لأي طرف مصلحة في هذا الشيء لأنه من الجهة الحكومة الإسرائيلية هي حكومة في أزمة أزمة ليست صغيرة يعني أزمة شديدة ومن ناحية أخرى يعني غزة لا تحتاج أيضا إلى حروب يعني فمآسيها تكفيها فباعتقادي أن كل الأطراف هنا تجمع على أنها لا تريد التوتر ولكن دائما ما يحدث أن هناك طرف ينجر والأطراف تنجر فالأحداث قد تجر الأطراف أيضا إلى حرب وإلى قصف وإلى عمليات عسكرية وهذا طبعا يعني يكون مؤسفا بهذه الحالة والإمكانية واردة يعني أنا لا أستبعد ولكن من ناحية المبدأ لا أحد يريد هذا يعني إسرائيل لا تريد لا تستطيع لا تتحمل إسرائيل بالوضع الموجود فيه خصوصا ووضع الحكومي ووضع الاقتلاف اللي موجود فيه رئيس الحكومي ومن ناحية أخرى يعني غزة كمان بنفس الوضع هذا هو الشيء طبعا من ناحية معينة حماس لا تستطيع أن ترى أن الوضع في قدس متوتر وأن لا تقوم بشيء حتى تبقى هي يعني صاحبة الكلمة الهامة بموضوع القدس ومن جهة أخرى هذا يعقد الوضع الحكومي والاقتلاف الحكومي لأن الحركة الإسلامية في وضع ليس يعني أهون بل في وضع أصعب والتناقض في وضعها هو أكبر يعني أكثر وأكثر هذا الوضع اللي نحن نراه في الصورة الموجودة اليوم الدكتور لؤيز ريق اليمين الإسرائيلي يشن هجم على رئيس الحكومة نفتالي بنت ويتهمه بأنه يستسلم لمجلس الشورى والمقصود للحركة الإسلامية هل ترى أن بنت مع الاتلاف الهش الذي لديه عنده المقدرة على الصمود طويلا أمام هذه الهجمات؟ يعني ما هو بالنهاية السؤال هو عد يعني هو إلكترالي هل يستطيع بنت أن يجمع 61 عضوا أم لا اليوم هو موجود مش بس مش بستين عضوا يعني حتى الحركة الإسلامية القائمة العربية الموحدة هي يعني بعلامة سؤال على الرغم من أنه يعني الظاهر أنه هذا الخروج هو يعني خروج مؤقت وليس حقيقي ولكن لا تستطيع القائمة العربية الموحدة أن تتجاهل الجمهور وأن تتجاهل شيء أساسي وهو يعني الأقصى يعني أنا شخصيا أعتقد أنه القضية الفلسطينية ليست قضية أقصى أقصى هو مكان يصلون به ولكن القضية الفلسطينية هي قضية الشعب الفلسطيني قضية حقوق الشعب الفلسطيني يعني قضية دولتين لشعبين ولكن يعني من يطرح الموضوع أكثر من وجهة النظر الدينية وجهة نظر الأقصى والحركة الإسلامية فكيف ستستطيع أن تتجاهل كل هذه الأحداث في المسجد الأقصى طبعا يعني قد يكون يعني ديناميكية الوضع قد تتحسن ويعني التوتر يخف يعني فستستطيع يعني سيسهل عليها العودة للإتلاف الحكومي ولكن اليوم هي يعني بوضع ليس سهل ويعني بوضع غير محسود عليه يعني من هذه الناحية باعتقاد الحركة الإسلامية هي راهنت على أن الدخول في الإتلاف الحكومي يجلب الخيرات على الوسط العربي ويعني الشعب الفلسطيني لم يذكر في هذا الإتلاف ولكن على الأقل على الوسط العربي وحتى الآن الجمهور لم يشعر بهذه الخيرات فهم بحاجة إلى وقت وهم بحاجة إلى أن يبرهنوا أن هذا الخط الذين يسيرون به يعني سيوصلهم إلى شيء وحتى الآن الأمور ليست سهلة هي مؤقدة عند الجميع يعني عند كل الأطراف في هذا يعني الطرف الوحيد الذي يعني باعتقادي هو صاحب مصلحة في انتخابات جديدة هو بن يمين نتنياهو لأنه في هذه الظروف وخصوصا نتيجة لضعف الحكومة وضعف الاعتلاف هو تقوى ونحن نرى هذا في استطلاعات الرأي العام لا أحد يستطيع أن يضمن ماذا سيحدث بالمستقبل ولكن بدون شك يعني هذا الشيء له تأثيره وهو يشجع اليمين أن يهاجم أكثر ويعني يحاول إضعاف حكومة بنت كما يعني إلى أي أقصى درجة ممكنة وإسقاطها في نهاية المسار دكتور لؤي على ذكر مجلس الشورى أريد أن نسمع رأيك بكرار المجلس مطلع الأسبوع تجميد عضوية نوابه في الكنيسة وفي الاعتلاف الحكومي ما رأيك بهذا الكرار في أي أثار ردود فائل وسعة النطاق يعني باعتقادي يعني الوضع الذي كانت به الحركة العربية أو الحركة الإسلامية يعني كانت في وضع لا تحسد عليه يعني لم تكن تستطيع أن تخرج بأي قرار آخر يعني هذا الحد الأدنى من القرار الذي كان ممكن أن تخرج فيه وطبعا سمعنا إحنا بالأخبار أنه هذا كان منسق مع لبيد ومع رئيس الحكومي من الممكن ولكن لا تستطيع أن تتجاهل كل هذه الأحداث ويعني أنا قبل كم يوم كنت في تحليل سياسي في القناة التاسع فسألوني وكأنه هناك شيء واحد في هذه الدولة هو العرب الذين يرمون يعني الحجارة ولكن تجاهلوا وقلت لهم أنهم لا يرون الفيديوهات وماذا فعلت فعل رجال الشرطة بالناس يعني الذين لا ذنب لهم يعني لم يتدخلوا بأي شيء وكيف عانوا وكيف تمت كسر الأيدي فهل تستطيع الحركة الإسلامية أن تتجاهل هذا وتبقى مع موضوع الميزانية وكأنه هو الموضوع الوحيد الذي يهم الشارع العربي برأيي لا تستطيع يعني بالذات معها ومع شعاراتها ومع أراءها فيعني قرار مجلس الشورى كان هو الحد الأدنى يعني أو قد يكون أقل من الحد الأدنى ولكن هو أعطى شعور أنه أن الحركة الإسلامية أيضا غير راضية عما يحدث فهذا برأيي أنقذ بياض وجه الحركة القائمة العربية الموحدة أريد أن أسألك عن رأيك بموقف النائب مازم غنائم تحديدا الذي هدد برسالة وجهة لرئيس الحكومة بالانسحاب من الاتلاف في حال تكررت المواجهات في رحاب المسجد المواجهات كما تعرف تكررت أكثر من مرة بعد هذه الرسالة وغنائم لم ينفذ التهديد غنائم هو جزء من القائمة العربية الموحدة وإذا خروجه هو ليس أمر سهل أنا أصدق أنه حاول أن يؤثر على الحكومة وعلى سياسة الحكومة وعلى الشرطة قد يكون أنه يعتبر وكأنه قرار مجلس الشورى هو المخرج الذي يخرجه من الإحراج الذي وجد فيه نتيجة لأنه شعبه متذمر من سياسة الحكومة يعني يسأل السؤال دائما إذا فتنا على الاقتلاف ولا تزال حكومة إسرائيل تمارس نفس السياسي وحتى أكثر من هيك اليوم نرى أن الشرطة تدخل المسجد الأقصى نفسه وهذا استهتار بمشاعر المسلمين والعرب جميعاً أن تدخل المسجد الأقصى حتى لو فيه ناس بتراجد إحجارة مين قال لك حق أنك تفوت على المسجد الأقصى هناك ناس مصلين ناس مؤمنين جايين يقدوا فريضة الصلاة بالمسجد الأقصى فكيف يمكن القيام بهذا العمل فإذا لم تستطع القائمة العربية الموحدة حتى من مساعدة المسجد الأقصى فيهك موقف فهناك مشكلة يعني هناك مشكلة مع تأثيرهم هل يوجد لهم أي تأثير في هذه الحكومة أم لا وهذا هو السؤال الذي واجه أيضاً مازن غنايم الذي حاول يعني وهو محاولته جريئة يعني بدون شك ولكن هل هو سيستقيل أم لا يعني كما يبدو أن الضغوط لم تكن كافية ليستقيل ولكن هذا الشيء يعني وارد ونحن يعني نستطيع إذا استمر الوضع هذا فمنا الممكن أن يحدث يعني في أي يوم في أي وضع نتمنى أنه الأمور يعني تتحسن من أجل المصلين ومن أجل الجمهور أنه الأوضاع تتحسن ولا تسوء يعني ولا تسير إلى الأسواق دكتور لوئي كيف تكره موقف القائمة المشتركة الذي يرحب على الأقل قسم من نوابها أعلنوا ذلك بانتخابات مبكرة للكنيسة مع أن استطلاعات الرأي لا تعطيهم أكثر من سيطة مقاعد طلع دائما كانت القائمة المشتركة يعني تعرض مواقف مبدئية القائمة المشتركة رفضت الانضمام إلى هذا الائتلاف لأنه يعني أصلا القائمة المشتركة هي طالبت بدعم بدعم يعني مش بين تلبيد وقبلوغانس فمن ناحية المبدأ كانت هي يعني أرادت حكومة تكون أكثر يعني يسارية ووسط ولكن الحكومة التي قامت هي كانت حكومة أكثر يمينية مما هي يسارية يعني ونحن نسمع نستمع إلى رئيس الحكومة يقول هذا بصراحة يقول نحن يمينيين أكثر من بن يمين نتنياهو فما تبقى لنا يعني بهذه الحكومة يعني هي وجهة نظر القائمة المشتركة فعندما أنت تكون في موقع الذي يعني لا يوجد أي حسنات من هذه الحكومة من الأفضل أن تكون انتخابات جديدة يعني هذا هو التوجه تبع القائمة المشتركة أنا لا أعرف إذا كان يعني هذا التوجه بالنهاي هو سيكون التوجه تعرف أنت السياسي مراهنة يعني فأنت بتراهن على أنه انتخابات جديدة قد تجلب لك أوضاع أحسن وقد يكون لا يعني هذا هاي المراهنة اللي بتراهن عليها القائمة المشتركة ولكن الأيام ستبدي لنا إن كانوا أذكياء أو إن كان القرار هو غير حكيم وحصلنا على حكومة لأنه الخطر القائم هو خطر كبير يعني يعني واحد إذا الحكومة بدي يكون فيها وزير واحد زي بنكفير يعني إحنا بوضع مأساوي أو حتى يعني سموتريتش يعني اللي هو عنصري يعني من أعلى درجات يعني ومعادي لكل شيء عربي يعني أولا يعني أنا برأيي أولا بالنسبة للقائمة المشتركة يعني هي بحالة يعني صعبة لا يوجد حل جيد لا يوجد حل جيد فهذه الحكومة هي ليست حكومة جيدة وهي حكومة حتى سيئة من كل النواحي تتجاهل الاحتلال وتتجاهل الشعب الفلسطيني وتتجاهل الحلول السلمية كلها ومن جهة أخرى حل الانتخابات ستجلب أكثر وبالا ولكن دائما الأحزاب تعول على شعبها وتعول على أن يعني قد الجمهور يعي أنه توجد حاجة ماسة إلى التغيير دكتور ما هي سؤال الأخير باختصار إضافة قوة الانتخابات مبكرة هي بصالح القائمة الموحدة التي أعطتها الاستطلاعات التي جرت قبل الموجة الأخيرة من الأحداث في الكوتس وكتعوزها أربع إلى خمسة مكاعد أنا لا أعتقد أنها ستكون بصالح القائمة الموحدة خصوصا قائمة العربية الموحدة خصوصا أنه يعني إذا بتسقط الحكومة في هذا الظرف اللي هو عمليا يعني ظرف اللي فيه كل الأحداث هاي اللي بالمسجد الأقصى يعني هاي الأحداث عمليا بتفرجي أنه هن ما نجحوا ولا بأي شيء وهذا مش رح يكون لصالحهم طبعا أربع إلى خمس أعضاء عمليا هي هاي قوتهم اللي كانت عندهم يعني فنحن لا نرى أن هناك يعني ارتفاع كبير في قوة القائمة العربية الموحدة لذلك باعتقادي أنه هذه الانتخابات لن تكون جيدة لأحد فلم تعطي الفرصة للقائمة العربية الموحدة أن تبرهن أن هذا الخط الذي صارت به هو خط يعني صحيح وهو يؤدي إلى تحسين وضع الجماهير العربية بإسرائيل على حساب على حساب أشياء يعني أكلوا ضفاضع كثيرة للقائمة العربية الموحدة من أجل أن يحافظوا على هذا الاتلاف السؤال هل يعني أحضروا نتائج تستحق هذه التنازلات أم لا هذه ستجيب عليها الأيام وطبعا كلما يعني أطال عمر هذه الحكومة كانت عندها الفرصة نحن لا نقول أنه كانت عندها الفرصة أكثر إلى عمليا إثبات وكأنه يعني إذا كان هذا الطريق هو يؤدي إلى نتائج أم شكرا لك المحامي الدكتور لؤي زريق محلل سياسي ومتخصص في قضايا العمل تحدثت إلينا من العفولة شكرا شكرا لكم